اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده مسارات العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان الصديقة من تطور وتقدم متواصل على كافة المستويات بما يصب في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة ولفت سموه إلى الحرص على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك نحو المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في إطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك السيد كيرياكوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان حيث أكد سموه أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان الصديقة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك نحو مزيد من الشراكات والفرص على كافة الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وذلك بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين واستعراض آخر المستجدات على الصحتين الإقليمية والدولية ومنقشة المواضيع موضع الاهتمام المشترك